خلونا نروح بقى ليورو عندنا ماتشات فرنسا وأسبانيا وعندنا إنجلترا ومواجهة قوية جدا مع هولندا شايف الماتشات ازاي؟ ماتشات اليورو ما بين الشخص المجتهد اللي عامل منظومة تيكتيكية كويسة وبيحاول أنه يقدم حاجة خصوصا ماتشة أسبانيا وفرنسا وما بين مدرب تاني هو عنده طريقة معينة بيلعبها في كل الماتشات حتى لو بيلاقب منافس أعلى منه وأهل منه هي دي الطريقة اللي هو بيلعب بيها وأنا هنا بتكلم بالأخص عن فرنسا بس أنا عايز أتكلم باستفادة شوية عن أسبانيا ليه؟ لأنه هو المتخب الوحيد اللي بيقدم كورة تيكتيكية ممتعة في اليورو هو متخب ألمانيا فأنا هتكلم عن المتخب أسبانيا لأنه هو اللي صعد بس هتطر أن أشوف ماتش ألمانيا حصل فيه إيه؟ عشان الناس تبقى فاهمة إزاي متخب أسبانيا منتخب كبير ففي مباراة أسبانيا ألمانيا خلينا في البداية نشرح إزاي متخب أسبانيا بيبني الهجمة يعني زي متخب أسبانيا يلا نلعب؟ إزاي بقى بيطلع بالكورة؟ لما البداية الناس هتكون فاكرة بداية الهجمة هتبقى من الحارس لكن الحقيقة أن بداية الطلوع بالكرة بيبقى بالتنين أجنح الجناحين بيكونوا عاملين ستريتش أو فردين الملعب عشان يسبتوا الاتنين أظهرة بتوع الخصم المنتخب أسبانيا و أطاليا بالضبط كده فهتلاقي أنه الظاهر اليمين والظاهر الشمال مسبتين الجناح منعينه من أن هم يطلع يضغطه فالظاهير ما يقدرش يطلع لأنه معاملين الجناحين بتوع منتخب أسبانيا نخش على الأقطة اللي بعدها هتلاقي أنه كمان المهاجم اللي هو ألفارو موراتا بيكون واقف ما بين قلبين الدفاع مانع قلبين الدفاع من أنه هم كمان يشاركوا في عملية الايه؟ بالضغط فالنهار ده الاتنين المدفعين واقفين مع ألفارو موراتا وبيكونوا على مسافة كبيرة قوي من سناي نص الملعب بدري وفابيا نرويز فبدري وفابيا نرويز اللي هم سناي نص الملعب دايما بيكون في واحد منهم متاح لعب حر نبص على الأقطة اللي بعدها هتلاقي أنه بدري هنا لعيب حر لأن السنتر باكة اللي المفروض يضغط عليه وقف ورا مع موراتا موراتا مسبتهم بوجوده في النص ما بينهم أي واحد منكم هيطلع أنا هسبق المساحة اللي إيه اللي في ظهره فمسبت قلبين الدفاع حاطت مسافة كبيرة قوي بين وبين لعيبة نص الملعب فده مخلي بدري مستريح نخش على اللقطة اللي بعدها تأكيد اللي أنا بقوله لك في اللقطة دي يمكن هي كانت الصبح في الصورة مش باينة قوي ولكن اللي عليه السهمة أزرق ده فابيا نرويز المن اللي كان معاه اللي هو لوكا مودريتش راح يضغط على قلب الدفاع وزي ما هو باين في اللقطة ألفارو موراتا واقف ما بين الاتنين المدافعين بتوع كرواتيا فمين بقى فاضي فابيا نرويز اللقطة اللي بعدها فابيا نرويز بيستلم الكورة حر تماما وبيطلع بيها بكل سهولة المتخب أسبانيا فهو ده السيستم بتاع المتخب أسبانيا في الطلوع بالكورة جاء ناجلزمن مدرب ألمانيا قال له لا أنا ما عنديش الكلام ده نخش على اللقطة اللي بعدها قال له أنا ما عنديش الكلام ده مفيش حاجة اسمها موراتا يبقى واقف مع اثنين مدافعين موراتا أخره مدافع واحد بس طب والمدافع التاني هيعمل ايه؟ هيرحل مع الوينج فهنا هتلاقي موراتا واقف مع مدافع واحد بس في اللقطة اللي بعدها روديجر اللي هو المدافع التاني واقف مع الجناح في اللقطة اللي بعدها الظهير اللي هو كان متسبت فيه قبل كده دلوقتي خلاص هو بيزيد قدام يضغط من قدام فهتلاقي كيميتش نخش على اللي بعده هتلاقي كيميتش واقف مع الظهير الشمال للمتخب أسبانيا بيضغط عليه زي ما هو بيين قدامك دلوقتي فما بقاش فيه تفوق عددي للمتخب أسبانيا كل لعب مسؤول عن لعب هنعمل ايه بقى احنا كأسبانيا طالما احنا خلاص كل لعب مسؤول عن لعب هنلعب الكرة الطويلة فبيبدأ أناي سيمون يلعب الكرة الطويلة كلها نحية الشمال اللي بعدها كلها نحية روديجر كلها النحية دي روديجر النحية اللي موجود فيها روديجر لحد ما نقف هنا شوية لحد ما ده عشان ايه السرعة؟ بيلعب كرة على روديجر عشان ده المكان اللي كيميتش زاد فيه اللي هو الظهير اليمين فأنا عايزة أستغل المساحة اللي في ظهره مش أنت زدته قدام إذن انت سبت مساحة ما المساحة دي أنا عايزة أستغلها فبنبدأ نلعب الكرة الطويلة ايه عليها بس اللي تفاجئ به أسبانيا في مبارات ألمانيا أن روديجر بيفوز بكل سنائيات النهاردة روديجر كل سنائية بياخدها في الجيم ده بيقدر أنه هو يكسبها فقرر في الشوط التاني أنه هو يعمل ايه؟ يرمي الكرة الطويلة أو يعلق الكرة الطويلة على النحية العكسية اللي فيها جونة فانتهى اللي هو عليه الضائرة دلوقتي ليه؟ لأنه ده المكان اللي أنا ممكن أخذ منه ايه؟ الكرة فنخش على لطة اللي بعدها على طول دي كانت بداية الشوط التاني الكرة الطويلة بتتلعب نحية اليمين مش العكس فلطة الهدف هي مثال بالترجم بقى كل أنا بقول لك ده النهاردة بص على عيبة نص الملعب سيبك من اللي عليك دايرة بص على عيبة نص الملعب كلها كلهم مرحلين نحية الشمال ليه؟ عشان يفضوا المساح الألفارو مرات أنه ينزل السلم الكرة في نحية اليمين فقدر أنه يكسب السنائية دي وكرة دي كانت هدف لمتخب أساني